كابتن جمالي هو السؤال عام وقد يبدو أنه كان ممكن يتسئل في أول سؤال بس هسأله لك دلوقتي ليه زمالك الموسم الماضي اللي كنا بنتحدث عليه جميعاً أنه عمل أشبه للإعجاز المستوى اللي قدمه سواء جزال الفريرة أو اللاعبين ليه تحول هذا الأداء تماماً مع بداية الموسم رغم أنه فيه تدعيمات على العناصر اللي كذبت الدولي والكاسي الموسم الماضي لأن أنت السنة اللي فاتت كنت مثبت التشكيل أياً كانت الأسماء مثبت الطريقة تلعب خلاص ثلاثة وراء الزمالي خلاص بقى بيلعب بالطريقة دي فيه ثلاثة وراء فيه أربعة في نصف الملعب فيه ثلاثة في النواحي الهجومية أنت دلوقتي كل ماتش بطريقة وكل ماتش بلعيبة وكل ماتش حتى داخل الماتش أنت النهاردة التغييرة اللي أنت غيرتها والتغييرتين دول وغيرت بيها طريقة اللعب فهي للأسف برضو إمكانيات اللعب المصري لما بتديله تعليمات كتير أو واجبات كتير بيتوه منك خلال بالضبط فأنت داخل المباراة ما ينفعش أن أنا غيرت طريقة خصوصاً أن أنا بلعب ده ماتش قوي برضو ومش بلعب فرقة ضعيفة اللي هو ممكن أجرب معها طريقتين ثلاثة وخصوصاً برضو نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه أنه الأهلي يعني مش مش وحش ولا وحش ولا كويس زمالك لا وحش ولا كويس اللي اتنين وقفين خايفين من بعض عايزين يطلعوا المباراة تعادل ده اللي كان بين شد الأولية خاصة أن اللي أنت أفكرك بحاجة كابتن جبا فاكري المباراة بتاع السنفاي بتاع اتنين اتنين وتبتأخر بهدفين فأنت لما غيرت ليت اللعبة في شيء تاني أكتر من المرة فده مفهوم أن أنت عايش تعود هو ده بقى يعني كان مفهوم للتغيرات خرجت ناس عندها دفاعياً ونزلت ناس عندها مقاومات هجومية تقدر أن أنت عايز ترجع للقاء فعشان كده بقولك تغيرات مفهومة إنما أنت النهاردة أنت غيرت عشان إيه اللي يحصل عشان دول يعملوا إيه لا أنا يعني مش فاهمها وزي ما بقولك معتقدش أنه هو نفسه فاهم التغيرات وبعدين برضو بقت النتيجة اتنين صفر روحت مخرج سيف الجزيري بيب تلعب من غير فرود ونزلت يوسف أسامة نبيه اللي هو أصلاً مش فرود فهترجع للقاء إزاي ونزلت شكبالة عشان يلعب لمين يعني أنت فاهم يعني شو عندك كسافة هجومية غلاص أنت غسران معندكش عدد أتنين زي ثلاثة زي أربعة زي عشرة أخد ريزك بقى المفهوم بقى أخد الرزك بالضبط يعني أنا أخلي سيف الجزيري ونزله يوسف أسامة نبيه جنبه وأخلي مصطفى شلبي مثلاً أخرجه أودي زيزو ناحية الشمال دي شفناها مئة مرة في المباريات اللي فاتت دي باته زيزو كويس جداً ناحية اليمين يروح جايبه ناحية الشمال ويجيب مصطفى شلبي ناحية اليمين طب ليه؟ يبقى ده كويس هنا يروح جايبه هنا نمار يبقى كويس جداً ناحية اليمين فجأة يروح مودين حتى الشمال يعني في حاجات بتحصل دي ما كانتش بتحصل الموسم اللي فات عشان كده هو ده الفرق بين فريرا في الموسم اللي فات اللي انت ما كانش عندك فيه سكواد زي اللي موجود دلوقتي عندك واللي موجودين دلوقتي عندك انت مش قادر تستغلهم صحيح لو أنا فيه واحد مش جاهز مثلاً معي ده اللي برضو النقطة اللي برضو أنا نفسي أفهمها لازم يقعد يتمرن مع المدرب المساعد أربع تمرينات وبعدين ينزل مع الفرقة تمرينتين وبعدين يبتدي يلعب الماتش طب يعني ده لو ما بنلعب كل تلات يام ماتش عبل ما يعمل الدايرة اللي هو عاملها دي أربع خمس ما تشطر ست ما تشطروا منك مش وقته كمان مش وقتها ده عتك اللي بيحسن مع براهيم أنا ضايق دلوقتي انه بقى له كتير بالجاهز أو فتوح طب فتوح وعبدالله جمعه يعني جاهزين مفيش حاجة لأ لازم يخلصوا عدد التدريبات مع المدرب المساعد وبعدين تمرنتين مع الفرقة يعني ليه كل ده أنا مش شايف ان ده في ده كهرباء اهو بقاله سبع تمن شهور ما بيلعبش ودخل عطول مع العالة جاهز خلاص بعمله اختبار طبي جاهز خلاص يبقى بينزل مع الفرقة وحطه في الماتش خلاص انما ليه ليه يعني ليه ليه اللفة الطويلة اللي ملاش اي لازم نعمل الكلام ده لو انا ماشي كويس لو انا مثلا كذبان كل الماتشاط فانا بالنسبة لي عندي رفاهيتي ان انا اقدر اعاد ده ولعب ده لكن انا انا خسران من برمز وماشي واعش في الدوري وعندي العاقص واللعبين دول اتنين منهم واحد فتوح احسن باكلفت في مصر وما احترامي طويل عبدالشافي تمانية وتريدين سنة مش هيستحمل الضغط يلعب ماتشين او ربعات فانت مفوض التوقيت نفسه شيل بقى كل الخلافات وشيل كل اغير كل المفهم بتاعتك انه لازم يلاقي بيقود اربع متشاط عشان يتمرن ويعمل لا انا محتاجه دلوقتي اشتركوا في القناة